استعرض مجلس إدارة المركز الوطني التابع لرئاسة مجلس الوزراء العديد من المشروعات التنموية والتي تسهم في تنفيذ خطة الدولة في استثمار أراضيها وفي تعظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها أكد وزير الزراعة وصلاح الأراضي علاء فاروق أنه تم تخصيص العديد من المساحات لإقامة مشروعات تنموية بمختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن استلع الاستراتيجية